محيم اهلا بكم يا شباب في الفيديو ده هكلمكم عن شاحن سيارات كهربية من شركة اي جوين اي جوين شركة من دولة سلوفاكيا او شركة سلوفاكية متخصصة في شواحن السيارات الكهربية الشاحن ده شباب شاحن خاص بشواحن السيارات الكهربية في البيوت الموديل من شركة اي جوين اسمه هوم بوكس هوم بوكس تمام يبقى ده عبارة عن هوم هوم اي سي الترنتر متردد زي ما قلنا هنشوف يا اما يكون سنجل فيز بيشتغل بمتان وعشرين فولت اي سي من الفيشة العادية بتاعتي او تلتمية وتمانين اللي هي ربعمائة فولت بيبقى الدخل بتاعه سري فيز ده تشارجينج ستيشن دي بقى ديما حطت شحن من شركة اي جوين سلوفاكية تمام بيستخدمها في شحن السيارات الكهربية في المنازل هو بيقول لي هنا ان عملية الشحن بيقيت سهلة جدا عن الاوقات السابقة وبقي عملية شحن السيارات في المنزل واستخدام المميزات الزكية الخاصة بعملية الشحن اقدر تمام استفيد منها او استخدمها في البيت من خلال المقدمة دي تشارجينج has never been easier comfortable and easy to use home charging station with smart features that allows you to charge your car at your house يبقى انت بتقدر تشحن سيارتك في البيت بتاعك مهم جدا عندي يا شباب ان انا ابدأ اشوف ايه الكلام اللي مكتوب ده بتشمل الاو سي بي بي بروتوكول الحتة دي مهمة جدا الاو سي بي بي بروتوكول لازم تحفظ معايا ده عبارة عن او بن او بن او بن تشارج او بن تشارج بوينت او بن تشارج بوينت بروتوكول طب اليه البرتوكول ده دكتور اللي هو اسمه OCBB بالبلد كده ده عبارة عن communication protocol يعني protocol او ملموعة من القواعد والاسس اللي بتعمل عملية التواصل او communication protocol بيسموها بتحكم العلاقة بين معدات امداد المركبات الكهربية اللي احنا بنسميها EVSE تمام مع CSMS طب يعني ايه الكلام ده CSMS اللي هو نظام ادارة محطة الشحن نظام ادارة محطة الشحن عشان اربطها ب الالكتريكال فيكال ستيشن او معدات امداد المركبات الكهربية لازم الناس دي تتكلم مع بعض من خلال بروتوكول او البرتوكول اللي بتكلمه فيه مع بعض ده اسمه OCBB اللي هو بيسموها او الحرف بروتوكول مهم جدا الكلام ده كلام بسيط جدا كلنا لازم نبقى عارفينه يبقى لو حد سألك يعني ايه OC OCBB بروتوكول في السيارات الكهربية هتقوله ده عبارة عن Open Charge Point Protocol ده عبارة عن البرتوكول او القواعد والاسس اللي بتخلي ال CSMS تتكلم مع EVSA طب يا عمي منك الكلام الكتير ده CSMS CSMS معناها او اختصاريتها Charging Station Management System Charging Charging او الحرف Charging Station Management System Charging Station Management System طيب والتانية الالكتريكال فيكل ستيشن تمام ممتاز طيب تعالا كده نبدأ نشوف تعالا نبدأ نشوف ايه هي الديتيلز التانية يبقى انا شفت OC OCBB بروتوكول وانا اقدر من خلال الشاحن ده اشتغل على الواي فاي تمام موديول انا اقدر اشتغل بالواي فاي موديول ان انا يكون عندي Mobile Application Mobile App تمام الموبايل اب ده شباب بربطه من خلال الواي فاي واقدر ادخل تمام على المهم جدا عندي يا شباب ان الشاحن ده الماكسيمم تشارجنج باور الخاصة به 22 كيلوات يبقى انت لما تروح تشتري اي شاحن سيارة لازم تبقى عارف ايه اقصى قدرة الباور الباور بالوات او بالكيلوات تمام هنا 22 كيلوات الفولتج او ربعمية فولت يبقى ديها تبقى 50 هرتز يبقى انا لازم ابقى عارف شكل الفولتج اللي هيركب عندي على الشاحن بقى الشاحن ده بيركب على سري فيز لازم تبقى الواصلة بتاعته سري فيز والتردد بتاعه 50 هرتز يعني ده ينفع اشتغل في مصر شغال على 50 هرتز الماكسيمم امبوت كارنت مهم جدا اقصى تيار ممكن يدخل لهذا الشاحن او يطلع من الشاحن يغزق سيارة 32 امبير 32 امبير تمام ودي حتة مهمة جدا ان انت لازم تهيأ المصدر اللي انت هتاخد منه للشاحن بتاع السيارة لازم يتحمل لحد 32 امبير مهم جدا الابريتنج تمبريتشر ده بيشتغل في الدول بيشتغل من درجة الحرارة من سلم 25 لحد موجب 45 في بعض الدول تمام هتلاقي درجة الحرارة بتزيد فيها عن 45 يبقى لازم اشتري شاحن يكون درجة الحرارة تحمل لحد اكتر من 45 في بعض الدول بيوصل لحد 60 في الصيف طبعا في بعض الدول كمان بتبقى الطبيعة بتاعتها بيبقى فيها انطار كتير بيبقى فيها غبار فلازم يحدد لي البروتكشن نيفل او درجة الحماية وانا شرحت كزا مرة الاي بي معناها اندكس اندكس بروتكشن بروتكشن اللي هي الاي بي دي تمام اندكس بروتكشن درجة الحماية وانا اول رقم بيدل على الحماية ضد الدست اللي هو الغبار تمام والتاني الحماية ضد المسشر او الرطوبة والمية فانا دلوقتي عندي الجهاز ده او الشاحن ده بيدعم لحد اي بي اربعة وخمسين يبقى ده اينفع شغاله اا اوت دور طيب كلام ده مهم جدا البروتكشن ليفل عشان ابدأ اعرف الشاحن ده احطه فين بالزبط تمام الهوميديتي اللي هو الرطوبة بتاعتي الماكسيمل 95% من الرطوبة سيرتيفيكيشن واخد الاوتبوت احنا قلنا خلاص الشواحن ده طيب طيب 2 اللي هو بيبقى فيها السنجل فيز ب220 او التغذية بتاعتها سري فيز ب380 اما الطيب 1 كان بيبقى طيب 1 ده بيبقى 110 والسري فيز بتاعه 220 احنا طيب 2 الاوتبوت بيبقى من خلال سوكت او من خلال ستريت كابل او سبيرل كابل طبعا الكومينيكيشن وده حتة مهمة جدا الكومينيكيشن بيبقى من خلال الواي فاي زي ما قلنا موبايل ابليكيشن هنشوفها تحت دلوقتي طبعا ممكن الانفيرون منت هو بيقول لك والله ينفع يشتغل اندور وينفع يشتغل اوتدور مع موضوع التنظيم بتاع تنظيم القدرة ده ممكن يبقى في عندي كنترول ده كله اقدر استخدمه في عملية التحكم في هذا الشاحن الفيتشورز او الخصائص لهذا الشاحن الكومينيكيشن ويز موبايل اب يبقى شركة شركة اي جوين عملة موبايل ابليكيشن اقدر ادخل من خلاله واشوف عمليات الشاحن وانظمها من خلال الواي فاي الكونسومشن اللي هو الاستهلاك قياس عملية الاستهلاك او الباور اللي هتطلع الكونيكشن لمبات لد بتوضح لي عملية الشاحن وعملية اتصال الشاحن بالسيارة او لو فيه ايرور بتديني انديكيشن على اللامب زي ما قلنا لازم يبقى متوافق مع الو سي بي بي بروتوكول اللي هو بروتوكول الشركة بتدي لك اوبشنز ممكن يجيب لك الشاحن ده على ستاند ممكن يركب لك او يعمل لك شاحن يبقى متغير التيارات بدل ما اتنين وثلاثين يبقى مثلا ستاشر واثنين وثلاثين وهكذا تمام ده الشاحن الخاص بسيارات الكهربية من شركة اي جوين تمام اسلوفاكية والشاحن ده بيستخدم في شحن السيارات في البيت مهم جدا ده بيستخدم الفرجن اللي هو الهوم بوكس وبالتالي ده اسمه هوم اي سي تشارجنج ستيشن او محطة شحن سيارة كهربية في البيت وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بشواحن السيارات الكهربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته